النهاردة هيكون آخر يوم في الموجة الشديدة الحرارة اللي أثرت علينا وأثرت على معظم محافظات الجمهورية يمكن بقى لها أسبوع من يوم الخامس الماضي وحسنا بها أكتر على مدار هذا الإسبوع كله معظم الأيام قيم درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبعية بحوالي 6-8 درجات كتل هوائية صحراوية بشكل كبير مرتفعة في قيم درجات حرارتها ومرتفع جوي في طبقات الجو العليا لسه النهاردة العظم على القاهرة الكبرى متوقع أنها تسجل 39 درجة مقوية فالأجواء الشديدة الحرارة لسه موجودة معنا النهاردة خاصة في المحافظات الداخلية يمكن بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية بدأت عليها الموجة تنكسر وبدأت تنخفض عليها قيم درجات الحرارة عشان من بكرة الجمعة إن شاء الله تتحول تماما مصادر الكتل هوائية لكتل هوائية شمالية منخفض جوي في طبقات الجو العليا هيعمل بشكل كبير على وجود الصحب المنخفضة ومتوسطة هتحيب جزء من أشعة الشمس فبالتالي انكسار للموجة ارتفاع قيم درجات الحرارة هيكون في انخفاض بمعدل من 4 إلى 5 درجات بشكل كده احنا بنقول مش معنا أن احنا بنقول انخفاض يعني احنا هنرجع للأجواء الرابعية أو الأجواء المعتادة لفترة المهارة احنا نتحول من شديد الحرارة إلى الطقس الحر المعتاد في الوقت ده من السنة لأن طبيعي خلاص احنا بنقترب من فصل الصيف النصر الثاني من الربيع عادة ما تبقى سماته أقرب لفصل الصيف فالمعتاد في الوقت ده من السنة للأجواء فترة المهارة تكون الأجواء الحرارة الرابعية فترات الليل هنلاقي نسمات الهواء اللطيفة اللي احنا اقتقضناها على مدار هذا الإصبع كله ان شاء الله نسمات الهواء تكون لطيفة لأنها يكون فيه نشاط لرياح يساعد على الاحتاس بالانخفاض قيم درجات الحرارة يعني بنقول الانخفاض ده هيكون يوم الجمعة والسبت مع يوم الحد وتعود تاني درجات الحرارة في الارتفاع لكن ده هيكون ارتفاع مؤقت مدته يوم أو اثنين بالكتير ثم تعود درجات الحرارة للمعددات يعني مش هنلحق ناخد نفسنا يا دكتور صح كده ناخد نفسنا بشكل جيد لأنه احنا عندنا الجمعة والسبت هيكون الانخفاضات والأجواء معتدلة يوم الحد الارتفاع مش هيكون ملخوز هو الارتفاع يبقى مدته يوم واحد وحتى كمان مش هيكون بالشكل اللي احنا شفناه الاسبوع ده يعني يوم واحد وبترجح ثاني درجات الحرارة للمعدد لكن الاستثناء في الموجه اللي احنا شفناه دي ان اسبوع كامل ارتفاع ملخوز فترة النهار وفترة الليل فده خلنا نحس اكتر بالارتفاعات على العكس اللي هيحصل معنا الاسبوع اللي جاي هيبقى يوم واحد أو يومين بالكتير جداً سوف يدعوى درجات الحرارة للمعدلات هم نقلقش تماماً الموجة دي خلاص انتهت وإن شاء الله خلال الأيام اللي جاي الأجواء في معظمها أجواء ربعية الأسبوع اللي جاي مختلف تماماً عن هذا الأسبوع حيب أسبوع ربيع في معظم أيامه هنخلي بالنا بس من التعارض المباشر لأشعة الشمس لأن احنا دايماً نقيم درجات الحرارة احنا بنقولها مع حضراتكم إذا كانت في المحافظات في الظل في المحافظات الشمالية والجنوبية في الظل المحسوسة للمواطن بيحسها أكيد في الشمس تزيد قدية دكتور لو 39 مثلاً على القاهرة في الظل يبقى في الشمس كام 42 مثلاً هي ممكن تتجاوز كده على حسب كل شخص لأن احنا بتختلف من وقت التعرض لأشعة الشمس مدة التعرض لأشعة الشمس كمان المكان اللي أنا بتعرض فيه لأشعة الشمس الأراضي الزراعية تختلف عن الأسفل هي بتختلف من شخص للتاني وبتختلف العامل الجوال المختلفة لكن الأكيد أن هي أعلى بكثير من القيم التي نحن نعطي